الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم هذا هو الدرس الرابع الدرس الرابع في أساسيات الرياضيات للطلبة الاقتصاد والتمويل والمحاسب والإدارة في كل جامعات العالم لكن باللغة العربية إن شاء الله سنتطرق في هذا الدرس إلى معنى اللوغريثم وكيف نتعامل معه وتطبيقاته دعنا نتأمل في صيغة اللوغريثم أو اللوغ الآتية لدينا الآن لوج يعني فيه إشي اسمه سبسكريبت العشرة هذه للمتغير أو القيمة y والإجابة لها تساوي x أي قيمة الآن كل واحدة من هذه الأشياء لها تسمية فاللوغ هو فعلا تقرأ لوجرثم y هاي كلها تقرأ كما يلي لوجرثم y كاللقيمة اللي هو لوجرثم القيمة y أو المتغير y للأساف عشرة للأساف عشرة لأنه هناك عدة أساسات يعني يمكن أن نختار أي أساس ما عدا المهم من الأساس يجب أن يكون رقم موجب وحقيقي فلوجرثم y للأساس عشرة يساوي يعني هنا طبعا المتغير أو القيمة الإجابة هذا الأساس يبدوه عشرة الإجابة هي x كيف نطبق هذا الكلام إنهم تذكروا أنه لوج للأساس عشرة للمتغير أو القيمة y تساوي x بمعنى آخر هذا هو الأساس هذه القيمة أو المتغير وهذه الإجابة نكمل على بركة الله أمحى هذا الكلام كله حتى يكون كل شيء واضح بإذن الله نكمل الآن الصيغة مرة أخرى أضحها هنا لوجرثم للأساس عشرة للمتغير أو القيمة y تساوي x ثانية مرة تقرأ لوجرثم y الأساس عشرة المتغير أو القيمة y هذه الإجابة عشرة وهذه الأساس الآن هذه الصيغة تعني هذه الصيغة تعني بأن الأساس مرفوع لقوة x تساوي y الأساس مرفوع لقوة x تساوي y هنا الآن لدينا الآن هذا الأساس وهذه الإجابة وهذه القيمة أو المتغير إلى y لاحظوني يعني حسب اتجاه الأساس الآن الأساس أصبح مرفوعا للقوة y والإجابة تساوي x كما ذكرنا الإجابة تساوي x عفوا y إذن الأساس هذا هو الأساس مرفوع للقوة الإجابة x يعطينا المتغير أو القيمة التي أردنا أن نحسب اللوغرتم لها نتابع ما هي قيمة يعني الآن لما نقول log y للأساس a على سبيل المثال تساوي x ما هي القوة التي يجب أن نرفع إيه لها حتى تعطينا y اللي هي x بهذه الحالة فبما أنه الأساس هو عشرة إذن نستخدم نحن الأساس اللي هو عشر بهذه الحالة و نرفع يعني الأس هذا الأساس ما هو الأس الذي نرفع له وكي يعطينا y كما ذكرت أمثل عليها لنفترض الآن log ال 1 للأساس عشرة يساوي صفر لأن العشرة للقوة الصفر يساوي واحد صحيح هذا شيء منطقي و log الواحد لأي أساس في الدنيا log الواحد لأي أساس يساوي صفرا لأنه لا يمكن أن يعطينا إلا يعني القيمة اللي هو x الأساس مرفوع لقوة الصفر يعطينا الواحد صحيح دائما وأبدا أي قيمة مرفوعة للصفر تعطينا واحد صحيح لأن الآن كما ذكرت عشر للقوة صفر تساوي واحد صحيح نتابع أمثل أخرى لوق لوق للقوة للأساس عشرة لاحظوا لي ما هي القوة التي إذا رفعنا العشرة إليها تعطينا عشرة ليس هناك أكثر من واحد صحيح وبالتالي لأن كما ذكرنا عشرة للقوة واحد صحيح يعطينا عشرة لأن عشر للقوة واحد صحيح يساوي عشرة نتابع نمثل أخرى لوق للقيمة خمسة للأساس عشرة تعطينا فاصلة تسعة وستين ثمانمية وسبعة وتسعين فاصلة سكس ناين ايت ناين سبن لأن الآن لأن خمسة لا عشرة عفوا عشرة هذه مرفوعة للقوة هذه تعطينا الخمسة يعني الأساس عشرة مرفوعة لقوة الإجابة تصبح أسا فتساوي خمسة صحيح وكي وهكذا يعني لبقية القيم متغيرات وماشبة يأخذ اللوق صيغا مختلفة تعتمد على الأساس الذي يحتاج إليه الباحث يعني بأخذ صيغ مختلفة ويعتمد ذلك على الأساس الذي يحتاج إليه الباحث وعلى سبيل المثال لوق للأساس اتنين يمكن أنا بكثير من علوم الحاسوب والفيزياء والعلوم الطبيعية بيستخدموا الأساس القوة يعني المرفوعة حتى تعطينا y مثال آخر عليها لوق الثمانية للأساس اتنين يساوي ثلاث لماذا لأن لأن اثنين القوة ثلاثة تساوي ثمانية اتنين في اتنين في اتنين يساوي ثمانية كما ذكرنا وبالتالي الآن الأساس يرفع لقوة معينة حتى يعطينا المتغير أو القيمة الأصلية نتابع بإذن الله الآن عادة ما يستخدم الباحثون في الاقتصاد في الاقتصاد أرجو انتباه والتمويل والمحاسب والجلوم الاجتماعية والإدارية شكراهم للوق اللوق للأساس عشرة قليل الاستخدام حتى نكون يعني أمينين علميا لكن أكثر لوقرثم يستخدم هو لوقرثم للأساس ما هي إيه إذن لوقرثم لأساس إيه بسموه الآن لوقرثم الطبيعي هذا يسميه سأذكر ذلك بعد قليل لكن إيه هي تشتق كمالي هي عبارة الآن إيه هي عبارة عن نهاية عندما أكس المفروض تكون تحت بالأسفل لكن لا يهم ذلك الآن أكس هنا الأنفينيتي للكمية للكمية قوس واحد زائد واحد على الأكس للقوة أكس هذه مهما ارتفعت قيمتها كلما ارتفعت قيمة أكس كلما حاصل القسم هنا انخفض انخفض لكن الآن واحد مضاف إلى شيء ينخفض باستمرار لا يمكن أن يتعدى هذه قيمة لا يمكن أن يتعدى 2.718 2818 وهكذا يتكرر رقم حتى يصبح لا يمكن أن يتعدى هذا الرقم مهما كان بمعنى آخر دائما وأبدا أقل من ثلاثة هذا دائما وأبدا يعني قيمة E حسب الاشتقاق هذا دائما وأبدا أقل من ثلاثة صحيح وهي 2.718 218 وهكذا هاي الآن هذا العدد نستخدمه لغريثم للغريثم الطبيعي للغريثم الطبيعي دعنا نكمل تسمى E العدد النيبيري هذا العدد النيبيري أو نيبيري نيبيري نمبر العدد النيبيري وهو أكثر الأعداد استخداما في العلوم والرياضيات وتمثيله البياني كما يأتي أفضل هذا الآن لاحظوا لي هنا X وهنا قيمة E to the power X فخليني أكمل لأنه هنا الآن كما ذكرت هذه قيمة X على المحور الأفقي وقيمة E to the power X على المحور العمودي هذه فلاحظوا أنه عندما تكون القيمة سالبة تبقى قيمة E to the power X تبقى قيمة موجب E حتى لو كانت هذه السالبة لأنه E مرفوعة على قوة سالبة وبالتالي تصبح واحد على E القوة E to the power X مهما كانت بتتمها موجب لكنها تكون ضئيلة جدا جدا فكل ما رفعنا الرقم الآن باتجاه الموجب حتى نتعدل الصفر عندما نصل الصفر تكون قيمة واحد صحيح هون E هون عفوا E to the power X بتساوي واحد صحيح لأنه E to the power 0 تساوي واحد أو E للأس صفر يساوي واحد صحيح وبالتالي عندما يقطع منحنة E X المحور العمودي تكون بالحال E to the power X تساوي واحد صحيح الآن يأخذ E بالارتفاع لكن متسارع جدا لاحظوا الآن قيمة E to the power X عندما كانت 2 عندما أصبحت 4 لاحظوا ماذا يحدث عندما تصبح 6 وبالتالي هذا هو عبارة عن عدد أس إذا رفعنا لأي قوة أكبر من واحد صحيح يتسارع بالشكل كبير جدا نكمل أمثل على اللوغ الأساس E هذا عفوا يسمى يسمى هذا اللوغ الطبيعي Natural Log Natural Log يسمى اللوغ الطبيعي ويرمز له بحر L N هذا L N يعني الآن Log E E Log Y للأساس E يساوي X أي أن Natural Log L N Y تساوي X وننقد عليها أمثلة بسيطة يعني عندما تقرأ بأي كتاب L N Y تساوي كذا مع المقصود فيها Log الكمية هذه للأساس E حيث E العدد اللي سمينا إحنا عدد نايبيري أي أن الآن E to the power X يساوي Y لأن الآن هالأساس نرفع للقوة X حتى تعطينا القيم Y هذه Y Y نكمل على بركة الله لن في واحد دائما الواحد مهما كان اللغرثم الواحد يساوي صفر دائما وأبدا أوكي لن للإي يعني لن أو الناتشرلوغ للإي له الأساس يساوي واحد صحيح لأنه اللوغ للإي للإي هاي واحد صحيح وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه إي إلا إذا رفعنا إي هذه الأساس إلى القوة واحد وبالتالي هاي دائما قاعدة ثابتة الآن النتشرلوغ أو اللوغ الطبيعي للعشرة يساوي 2.30258 أي أن الآن يعني إي 2.30258 أوضحها بعد إذنكم إي للقوة 2.30 أي 30 2 5 8 5 تساوي 10 هاي الجواب لهذه تساوي 10 لأنه الأساس رفعنا للإيجابة اللي يصبح أسن فبعطيني الجواب بالحال هاي كما ذكرت لكم نتابع الآن عمليات اللوغ هذه من أهم الأشياء الواجب على الطالب أن يتعلمها عمليات اللوغ لأي أساس لأي أساس عندما تكون كميتان هناك مضروبتان X مضروبة في Y فاللوغ عندما يدخل عليهما يفكفك فتصبح الآن لوغ X زائد لوغ Y مهم جدا إذا لوغ 5 مضروب في 10 تصبح لوغ 5 زائد لوغ العشرة مهم لأي أساس لأي أساس عملية الضرب تصبح جمعا لللوغ إذن هاي الطاعد الأولى أرجوكم انتمو إلها مثال عليها أنه الآن لوغ 10 ضرب 30 يساوي لوغ 10 زائد لوغ 30 والآن طبعا لأي أساس على آل حاسبي يمكن حساب لوغ 10 لأساس 10 أو لأساس الطبيعة أو لأي أساس وهكذا قاعدة الثانية لوغ X مقسمة على Y تساوي لوغ X مطروح منها لوغ Y يعني معنا آخر الآن الضرب يصبح جمعا والقسمة تصبح طرحا سالبة مثال عليها لوغ 10 على 30 يساوي لوغ 10 ناقص لوغ 30 القاعدة الثالثة إذا كان لدينا الآن متغير مضروب بكمية وهذا المتغير مرفوع حتى لو كان ليس متغير أي قيمة مرفوع لقيمة B هذا هذا يعني الآن بتفكفك لأنه هذه المضروبات مع بعض بعض فبصير عندي لوغ A زائد الآن هذا الأس يصبح معامل لأكس فأصبح الآن معامل لأكس لكن نأخذ لوج أكس اللي هو بصير النتيجة النهائية لوغ A الثابت زائد B الثابت مضروب في لوغ المتغير حتى لو لم يكون متغيرا الله مصرح محمد فتكون قيمة نفسها يعني على سبيل مثال لو أنه بدي لوج خمسة مضروب في عشر القوة خمسة تصبح الآن لوج خمسة زائد خمسة لوج عشرة عشرة وهكذا فمثال عليها الآن أظن لم أضع أنا أشوف إذا حطيت آه نعم لوج خمسة أكس منفوع القوة سبعة تساوي لوغ خمسة زائد سبعة في لوغ أكس مهما كانت أكس طبعا يجب علينا أن نأخذ الإشارة بعين الاعتبار هنا طبعا وهنا الآن الإشارة بعين الاعتبار دائما نأخذها بعين الاعتبار أرجوكم أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن يكون قد قدم الفائدة مرجوه لكم جميعا أحبت الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر